إلا العلاجات التحفظية كبل ما تعمل العملية يا ستي بنتمنى لك الصحة والعافية تبع كل الإجراءات وكل التمارين وكل التعليمات بدقة وشدي على حالك شوي في هذه الإجراءات وإن شاء الله كل شي برجع تمام وركزي على المكملات اللي بتقول عصاب وبتقول عظام والتمارين والشغلات الخفيفة اللي ممكن تقدر عليها بدون ما تثيري الألم بس تخفي فيها وحافظي على وضعيتك القامة والجلوس وعملك بالوضعيات الصحيحة دائما وتغذي بشكل جيد اللي تقول عذاب وتقول عصاب الله يحفظك يا دكتور يا رب الله ينعم عليك بالصحة يا رب ويرحم والديك يا رب قلت لي لا ما بغش قلت لي أنا غاد ندير ربادية قلت له بديت حركات تدريبية لحسب اليد حتى ما يكونش عندي الأمل في العملية ما يكونش عندي الأمل في العلاج بهذه الحركات عادي للعملية وشكرا لك بزاف الآن أنا سأتبت على الفكرة وشكرا لأنك نصحتيني لاحظك ودم عليك الله الصحيح يا رب طيب ماشي ما شاء الله عليك هيك عارف الجواب يعني وعارفي إنه استخدامك لهذه الطرق الطبيعية والتمارين خفف الألام كتير والعارض كتير إذا خففت الألام في هاي الحالي ما في داعي إن الروح للعملية وحتى الدكتور لازم روحي للعلاجات التحفظية كبل ما تعمل العملية يا ستي بنتمنى لك الصحة والعافية تبع كل الإجراءات وكل التمارين وكل التعليمات بدقة وشدي على حالك شوي في هذه الإجراءات وإن شاء الله كل شي برجع تمام وركزي على المكملات اللي بتقوّل عصاب وبتقوّل عظام والتمارين والشغلات الخفيفة اللي ممكن تقدر عليها بدون ما تثير الألام بس تخفي فيها وحافظ على وضعيتك القامة والجلوس وعملك بالوضعيات الصحيحة دايما وتغذي بشكل جيد اللي تقوّل عظام وتقوّل عصاب الله يحفظك يا دكتور يا رب الله ينعم عليك بالصحة يا رب العظام وقلّي يا خاصك تديري العملية دارول أنا عندي هالكانة الكابية من درجة رقب جوج قلّي يا دارول خاصك تديريها باش يتحرر ذك النفق وأنا ما بغيتش قادرة العملية وتنأجلها هي الأخيرة وتنستاشر معك واللول واش نديرها ولا نصبر ندخلتها بالقناة ديالك ولقيت بعض التمارين اللي أعطيتهم أنا أنتبعهم إن شاء الله بالإضافة لهذا الخيط اللي قلت ديال الصوف اللي يكون في الزيت وندوره على الرسخ وقلّي يا دكتور واش ندير العملية أو لا نصبر نكمل هات التمارين واش تكون نتيجة إن شاء الله مرحبا هل عملت هذه الترق العلاجية من التمارين ووضع السيوت والخط خط الصوف على المعصم كديش عملت التمارين وكيف شايفي التحسم بعد هذه التمارين والعملية نهائي ما بنصح فيها بس يحكي لي هلأ شو صار بالنسبة لها ماء والألم والتنميل والخضران بعد ما بلجتي تعملي الإشراءات العلاجية اللي حكينا عنها شكرا دكتور الحمد لله أنا تقريبا عشرة أيام بديت هذه الحركات أنا عندي الخضران أكتر في السبابة والآن أحس أن الخضران نقص نقص كتير الحمد لله يعني يظهر لكين تحسن لذلك أنا اللي قال للدكتور اليوم العملية ما مشيت معه في الفكرة وهو حس بي قال لي واش ما بغيتش قلت له قلت له أنا غاد ندير بادي قلت له بديت حركات دي التدريبية على حسب اليد وبغيت حتى حتى ما يكونش عندي الأمل في العملية ما يكونش عندي الأمل في العلاج بهذه الحركات عاد ندير العملية السلام عليكم دكتور بخير لبس عليك ما يجزك بالخير أنا عضوة في القروب دي المغرب دي المغرب دي الانزلاق الغضروفي بغيت غير نستاشر معك عفاك أنا غاد نعود نرسلك أودي آخر نفصل لك في الحالة ديالتي أنا دكتور عندي نزلاقات غضروفية في العنق وعندي جرج نزلاقات غضروفية في أسفل الظهر ودابا مؤخرا عرفت بأن أنا عندي متلازمة النفق الرصغي يلا في شهر ماي فاش عرفت قدرت تخطيط الكهربائي واللي بينا ودابا بس القلب فلسطيني يضع اللالة للا يا عمي لالة علالة للا يا عمي لالة